السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزائي الطلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي في كل مكان. تحية من الخلب. ان شاء الله بازن الله نعمل لكم ملخص كده لمنهج الصف الرابع على شكل مذكرة صغيرة على شكل السؤال الاختياري. انا عمل لكم يعني عشان الناس اللي ما لحقتش تذاكر او الناس اللي ذاكرت. ومحتاجة حاجة تراجع منها دي مراكعة اخيرة يعني. ودي ان شاء الله تكفي الامتحان. وده عنوان او صورة الغلاف بتاعة المذكرة. اسمها يعني هزا يكفي自作 لحمية تجد. محمد خميز. او كي? انا في المذكرة ديت بتناول معكم الجرامر. سألة الجرامر. ان اسئلة الجرامر واسئلة اللغويات من الحاجات اللي بتيجي على الاختيارات سؤال التشويس وعشان نفهم سؤال التشويس نخلي بالنا ان السؤال من خمس درجات كل آآ درجة بتمن درجات يعني بربعين درجة فرجاء كل الطلبة حبيب الطلبة والطالبات يركزوا اوه في قراءة السؤال نقرأ السؤال مرة واتنين وثلاثة ونحاول نركز على آآ هل هو طالب مني زمن تنس ولا طالب مني مسلا بيركز على الكلمات نخلي بالنا ونركز علشان نحاول بإذن الله ما نغلطش في الامتحان آآ هنبدأ ان شاء الله معكم دلوقتي في بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بيتكلم فيها عن يعني يريد ولا آآ يريد يريد ولا يريد بتيجي مع آآ زي ما احنا شايفين. اما بتيجي مع هي وشي وات. اوكي? نخلي بالنا ان يعني الفرب هيجي لي بعد لازم يكون الفرب في يعني يا مصر في يعني من الاخر كده مع لهوش لا اس ولا دي ولا اي دي ولا اي ان جي مع لهوش اي بهارات. خلاص? نخلي بالنا برضو ان في كلمة كان وكانت بيجي راهم الفرب في يعني في المصدر. طب تعالوا نشوف مع بعض امثلة كده على اللي احنا قلنا دلوقتي نمبر بيقول لي نقول سامع الناس بتقول لي يا مصر عشان حالك لسا لنا دلوقتي ان مع كلمة بناخد برافو عليكم يبقى اختيارنا الصح هيكون هنا بيقول لي هما محتاجين قطة. طب هو هنا عايزي حطنا في السيغي تنافي هيقول دونت ولا دازن زي بتاخد جامع بتاخد دونت برافو عليكم نمبر ستري اي كانت انا لا استطيع سبيس فوتبول اي كانت بلاي او بلايز طبعا اي كانت كانت بيجراء انفناتف لسه قالين انفناتف يعني الفعل في المصدر بدون ادافات يعني حنقول اي كانت بلاي نمبر بيقول لي برضو قلنا بيجراهم اي بياخد وانت وليس وانتس نمبر فايف طبعا وي دمير جمع فهناخد في الانفناتف ده بالنسبة انا كده في جينت وان لخصتلكم الجينت كلها في صفحة واحدة زي ما احنا شايفين قدامنا ايبقى الموضوع بالنسبة لي ساهل وايه وبسيط ده ملوخص القواعد بتاعت الجينت وعليها امسلة تعالوا بقى نشوف دلوقتي مع بعض جينت تو الوحدة التانية مع بعض يلا بينا الوحدة التانية بتركز على زمن المضارع البسيط طب المضارع البسيط في حالة سؤال اه بمعنى هل بنبدأ بدو ارداز دو بيجي مع ضمائر الجامل اللي هي اي وي يو ذي وبعد كده بناخد الفيرب في الانفناتف واتفر بقى هي وانت ولا اي فيرب تاني اوكي داز بيجي وراها ضمائر المفرد اللي هي هي او شي او ات او ما ينوب عنها يعني ممكن نقول داز احمد داز سارة داز حمزة داز ماريم داز زكاة انسوان بيجي وراها الفيرب في الانفناتف يعني في المصدر نلاحظ برضو ان عندي هواباوت مهمين هواباوت بيجي وراهم الفيرب بلاس اين جي ونضاف له اين جي ونخلي بانا في جزئية تانية اللي هي عملكم ضم عليها اللي هي لتس 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 بيجي وراها الفيرب في الانفناتف يا جماعة وبتكرر كتير او في الاختيارات تعالوا نشوف بقى مثلا اللي احنا قلنا دلوقتي بيقول لي سبيس نمبر وان سبيس شي وانت باتر سبيس شي وانت باتر آآ داز دو او داز او از واحد يقول لي يا مستر تمهي از تيجي معه شي اقول لي خلي بالك ان از لو جات في الاول لازم الفيرب اللي هو هو وان تكون عليه اين جي يبقى هنا الصغة ما تنفحش معها از ودو ما تجيش معه شي يبقى الصحي بتاعي هو اللي هي في النصر نمبر تو لتس لسا قلنا مستر دلوقتي بيجي وراها مصدر برافو عليكم طب المصدر ايه المصدر بدون ادفار يعني اعرف المصدر ازاي نشيل ايه نجيل على الفيرب يبقى نمبر ايه اللي هي اول واحدة اللي هي لتس go to the to the super market نمبر سري بيقول لي how space playing football في نمبر ثري how about how not how are طبعا لسا شرحلنا دلوقتي مع بعض احي اللي اعمل كده نستصغيل الصورة هنبص مع بعض نقول how about plus verb plus i in g برافو عليكم طيب هوا تبقى ايه watching tv number five does she space fish does she like does she likes does she like do وdoes ثم فاعل اللي هي she ثم مصدر المصدر هنا الانفينتف اللي هو like number six space you help me can you help me are you help me is you help me does you help me طيب هنا جماعة you ما يجيش معاها does وما يجيش معاها is يبقى قدام اختيارين نقول can you ولا are you لو قلت are you في الاول لازم احط الفيرب in g زي مثلين دلوقتي في المسالة قبل كده الصاحب بتاعها هنقول can you help me ممكن تساعدني number seven no he space no he won't no he will space nقط وبعد كده dot نقطة نخلي بالنا يعني الجملة انتهت مع نو لازم اخد الحاجة اللي فيها ابو صرف ان ابو صرف t no he he متاخدش don't وفي الاثبات ما يجيش معاها ما يجيش على الاثبات ايه جداز لكن ما تنفحش مع نو يبقى اختيار الصحية يبقى no she doesn't he no he doesn't he won't pasta كده خلصنا مراجعة على ايون التو نشوف مع بعض مراجعة على ايون كده نصغر الصورة مع بعض ونشوف المراجعة انا هنا بتكلم على زمن ايه ال present continuous برافو عليكم زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة ان المضارع المستمر بيتكون من ايه من ام or is or are plus verb plus ing دي اول تركيز عندي دلوقتي في اه يونت اه سري اه نركز ده ده تكوين الفورم اه عندي برضو اه من الحاجات المهمة اللي هي اه اه ات نون ات بتيجي مع كلمة نون يا جماعة يعني في الظهيرة ووقت الظهيرة يعني بالليل اما كلمة in بتيجي مع morning the morning the afternoon اه يبقى انا عندي in the morning in the afternoon in the evening اللي هو في المساء يبقى ان بتيجي مع فترات اليوم لكن اه بتيجي مع كلمة نايت وبيتكرر السؤال ده كتير جدا عندي برضو اللي هي have وهاز have وهاز يعني يملك او عنده اولاديه بتيجي مع ايه بقى بيقولك ان have have هنا نعمل كده زوم عليها have بتيجي مع اي وي 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 وذي اما هاز بتيجي مع هي وشي وات نخلي بقى عشان هتيجي دلوقتي في الاختراض بعد كده عايزكم تركزوا ان زمن المضارع البسيط تكوين الزمن من الفيرب الفعل بنتهي باس او بيكون في المصدر في حالة السؤال لسه ايلها من شوية في جنة one اه لو سجيت اسأل when ثم دو or does لازم يجي فاعل وبعد كده في الفيرب يعني في المصدر في الناف هام في اه هكتب الفاعل في الاول وبعد الفاعل هيجي لي تعالوا نشوف امثلة مع بعض على يونت سري احنا كده خلصنا سري يونت تعالوا نشوف اللي عليها بيقول لي زي سبيس زي سبيس اه واتشينج فيديوز لما لاقي فيرب بلاس اينجي يعني فاعل منتهي باينجي يبقى لازم يجي قبليه يا ام يا ايز يا اار طب هنا ما فيش دميش غير ام وار هنخترق يا مصر حسب الفاعل الفاعل عند هنا ذي ذي هتاخد اار يبقى ذي اار واتشينج فيديوز ياس نومبر تو ايز بيس اسناك اسناك هنا يعني وقبة خفيفة اي تاخد هاف ولا هاز وطبعا اي ما تاخدش داز واي ما نجيش مع هاز يبقى يتاخد ايه هاف لسه اللي هفوق ومعناها يتناول وقبة خفيفة نومبر سري وات داز سيارا وات داز يارا آآ سبيس بيقول لي وات داز يارا بلاي وات داز يارا بلايز وات داز آآ يارا بلايينج طبعا وات ثم داز وبعد كده بيجي لي فاعل يبقى هيجي لي الفاعل في الايه يا شطار في الانفينتف برافو عليكم نومبر فور هي سبيس افري داي هي اكسرسايز او اكسرسايز او اكسرسايز او اكسرسايزن آآ نبص بعد الجملة هي نوقات افري داي كلمة افري داي داي نفي نومبر فور افري داي يعني كل يوم الكلمة دي آآ مؤشر لمشورة المدرع البسيط يبقى هنختار الفعل في المصدر اللي هي اكسرسايز اول واحدة يأخر اس لكن اي نجي ما تنفعش هنلاقي هي يبقى نحط الفيرب ايه اس نومبر فايف بيقول لي وين يو لسن تو ميزك وين يو لسن تو ميزك يو هنا انا مش هركز على وين تركيز هنا على السابجكت اللي هو الفاعل اللي هو الضمير يو يو هي تيجي معها داز ولا ايز لا تنفع داز واز ما تنفعش طبعا يبقى وين دي يلسن تو ميزك متى تستمع الى الموسيقى نومبر سيكس هي آآ لسه اللي هو بيسمع آآ بيشاهد التلفزيون نقط المساء قلنا فترات اليوم اللي هي آآ بتاخد لكن آآ كلمة نايت النون اللي هو الظهيرة او نايت المساء بياخده آآ يبقى نايت يبقى نايت اللي هي آآ سمع حد يقول لي آآ اكسلان ينت فور وصلنا مع حضراتكم في ينت فور وراجع على زمن المدرع البسيط هناخدناه قبل كده ايه الجديد بقى بعد المراجعة يا مستر اللي هي بيتيجي مع كل وسائل الموصلات نخلي بنا بيتيجي مع ايه مع كل وسائل الموصلات بس في حالة اجا اقول بيكار على طول ما ينفعش اقول اكار لو قلت اكار يبقى لازم اقول ان اكار ان اتاكسي ان ذاكار ان ذاكسي ان ماي كار ان ماي تاكسي لكن لو جالي آآ مع الاوتوبيز اللي هو والترين والبلين والفيري يا جماعة الحاجة اللي بقدر امشي جواها واختار الكورس بتاعي او اقف برجلة عليها يبقى انا كده بتاخد وضعية يعني على ازا سبقت بآ او آن او ماي او زا زي ما احنا شايفين قدامنا في الشرح كده آآ بيقول لي بقى كلمة فوت فوت اللي هي الايه اللي على القدم على قدمية فنقول آن فوت على القدم يس نشوف بقى مثل اللي احنا قلنا دلوقتي نومبر وان بيقول لي how space they go to school how space they go to school طبعا how do they go to school اجابة صحيحة how do number two i go to school space underground in on buy انا بروح المدرسة ايه المترو underground يعني المترو طبعا نسامح كل الناس بتقول لي يا مستر كلمة underground مجاش قابليها ولا ا ولا ان ولا زا يبقى هاختار باي اقول لك برافو عليكم يبقى اختيار الصح باي underground number three space time does it leave نقول what time طبعا على طول what time what time does it leave يعني ما الوقت اللي هي بتغادر فيه اللي بيغادر في القطر اي حاجة بقى بالموصلات آآ number four طبعا number four بيقول لي حمزة جوست سكول نقطة بس نخلي بنا هنا بقى هنا بس جات قبلها اه يبقى ازا ما تنفعش خالص باي يبقى قدامي يا اين يا اون اشوف بقى البس ده بقى قدر قمشي جواه واختار الكورس بتاعي آآ يبقى هو هاختار ايه لكن اين بقى ما جيش هلا مع عربية اه اه احنا كده مع بعض خلصنا آآ يونت آآ فور آآ سوري يونت بقى فايف و سكس انا جمعت لكم يا حلوين يونت فايف و سكس مع بعض ليه بقى لانهم بتكلمون حاجة اسمها يعني ضمائر يعني ضمائر انا عندي ضمائر فيها ضمائر فاعل وضمائر آآ ملكية الملكية بقى بنقسمها المجموحتين حاجة اسمها وحاجة اسمها حاجة اسمها صفاتي الملكية وحاجة اسمها ضمائر الملكية آآ اول حاجة عندي فيها موجودة دلوقتي اللي هي بالمسمات كم زي ما انتم شايفين كده اللي هي الفاعل وعندي ضمائر الفاعل يا جماعة اللي هي بتبدأ في الاول اللي هي ودي لازم تيجي في اول الجملة طب امتى اختر يا مستر ضمير آآ فاعل امتى قالت لما هنبدأ في الاول لازم هيجي في الاول طبعا بس لازم يجي وراء يعني فعل يعني مسلا بقول لي آآ لايك فش نقول اي ولا ماي ولا ماين طبعا هقول اي لاني جات وراها يعني ما ينفعش اقول ماي لايك اوكي طب ضمائر ايه آآ صفات الملكية سوري اللي هي ماي واور ويور زي ما احنا شايفين كده عملكم نزوم عليها اللي في النص دي اللي هي ماي واور ويور وذير وهز وهير دي اسمها صفات الملكية طيب دي بتيك فين يا مستر اماكنها فين بقول لي قبل الاسم المملوك يعني قبل الاسم المملوك يعني نقول لك ذيس نقط بن اللي هو القلم نقول ذيس آآ ذيس از نقط آآ بن البن هنا نجيه في الآخر يبا هي صفات الملكية تيجي قبليه هاختر اي حاجة من اللي قدام اللي هي ماي واور يا يور هاجيب الحاجة منهم صح يعني فاخترها ايه بقى يا مستر آآ ضمائر الملكية ديت ضمائر الملكية اللي هي آآ بتيجي في نهاية الكلام بعد الشيء المملوك زي ما احنا شايفين اللي هي ماين واورز ويورز وذيرز وهز وهيرز لو جينا نلاحظ ان كل ضمائر الملكية تنتهي باس ما عادة كلمة ماين اوكي يبقى امتى اختار ماين بقى لما يجي للشيء الاول المملوك بعد الاسم المملوك في نهاية الجملة يعني اقول لك يقول لي اي ولا ماي ولا ماين طبعا هنختار ماين لان هي بتيجي في نهاية الكلام بعد الشيء المملوك تعالوا نشوف طبعا اه في لو انا لقيت حاجة مثلا او الحاجة بتاعت مين ملك من من صاحب هزا القلم مثلا يعني قلت الم في الفاصل اخدو حط في جيبي كده على طول ولا اقول الالم من ده هنقول الالم من ده يعني ايه الالم من ده نقول هوز هوز بان ازت اوكي يبقى هوز اه ايه يبقى عندي في الاختيارات لو جالي نقط وقال لي جلاسز بوكس اه باج اه كار ازت وعد كده على المستفاب يبقى هاختار هوز لانها بيجي وراها الشيء المملوك بعد كده بيقول لي بيركز لي على في يونت فايف وسكس على ذوس وزيس. ذوس طبعا دي من ده اسماء الاشارة. اه اللي هي بتشير الى جنب. ذوس ار. ذيس ار. لكن ذيس مرتبطة باز وذات مرتبطة باز. اه الحاجة بقى الاخيرة في جينة فايف وسكس. اللي هي هيرت وهيرتس. نخلي بقى ان هيرت وهيرتس يقلم او يؤذي. ما اسمهاش هارت اسمها هيرت. لو هيرت جات لي من غير اس. يبقى لازم عدو الجسم يكون جم. يعني مثلا نقول ماي فيت يعني قدمية نقول هيرت. طب امتى نقول هيرتس. لو كان عدو الجسم مفرد نقول ماي. مثلا ماي فينجر صوبع واحد. ماي فينجر هيرتس. ماي اير ودني هيرتس. طب تعال نشوف بقى اه زي كده يعني اه ملخص بسيط للأسئلة على جينة فايف وسكس. نمبر واحد بقول اي هاف وان. انا عندي وان. ايه يا شطار? ايه? ايه? طبعا كل الناس بتقول اللي ماوس. لان هي دي اللي مفرد. لان في دي خدمين. نيز دي ركبتين. ايه اللي بنوان ماوس. برافو. نمبر تو. بنقدر نشوف بايه? ايه? نوز ماوس. سمع حد اللي بيقول اللي بيقدر نشوف بعينينا. ايه برافو. نمبر سري. ماي سبيس. ماي سبيس. هيرت. ايه اللي بيقول لبنين? لو جينا نبص الفيرب هيرت هنا. هيرت. هلاقي الفيرب هنا في المصدر. يعني لازم يكون العدو بتاع الجسم اللي موجود هنا قبل هيرت. يكون جامع. فين الجامع هنا طبعا مفيش غرفيت برافو عليكم نمبر فور. سبيس ني هيرتس. سبيس ني هيرتس. يقول لي. آآ وي. آآ وي. يو. هير. آآ هي. في ناس بعد الطرق ممكن تتلغبط. ازاي يا مستر? هو يبص هنا. جات في الاول. قلت حضرتك قلتنا ان الوقت ان اللي بيجي في الاول ده سبجكت برناون. قلت لك آآ ممكن آآ يجي في الاول. ايه عرف ان هو ده صفة ملكية? ان الكلام اللي بعد النقط اللي هو ده شيء مملوك. مش بيرب. اوكي? بحاول هير مفيش غير هير هنا. نمبر فايف. آآ زراعه نقط. هيرت ولا هيرتس ولا هارت? طبعا ارم مفرد بها هيرتس برافو عليكم. نمبر سيكس. زوس. طبعا نسألها دلوقتي اي حاجة نقط ويجي لي وراها في السؤال. ويقول لي شيء مملوك مش حارف ايه. اللي بعتولها اختار اللي هي في النص. اللي هي نمبر تول. اللي هي نمبر سيفن. نقط زس. طبعا مرتطب ايه عشان هي مفرد? نمبر ناين. زيس بيس بان. زيس ماي اي ماين. طبعا الشيء المملوك جي في الاخر هيجي قابلي صفة ملكية بماي. نمبر ناين. آآ آآ هزا الكتاب يكون ايه بقى شطار? قلناها شافه من شوية. يعني قلناها دلوقتي انا هم نشرح في الاول. آآ في اول الصفحة ديت قلنا ان لو جاء الشيء المملوك في الاول اللي يجي في الاخر ضمير الملكية. يبقى زيس بوك ايز ماين اكسلن. نمبر تن. مفيش هنا ضمير ملكية. صفة ضمير ملكية غير كلمة هز. زيس ولت از هز. تمنى لكم مزيد من التوفيق. تعالوا بقى ناخد بقى الملخص النهائي الايه لأهم لأسئلة الموجودة. حتى كده رجعنا على الست وحدات اللي عندكم. آآ كل واحدة خدناها لوحدها شرح مع لغويات وخدنا عليه تطبيق صغير. تعالوا بقى ناخد المجمع الخلاصة بقى الايه الموجودة في كتاب كتاب المدرسة في اسئلة الايه الاختيارات. نمبر وان بقول لي سبيس ازا باستا قال اتس نيكس تو تشابس. طالما قال لي ازا باستا اللي هي الماكرونة قال له اتس نيكس تو تشابس نيكس تو يعني مكان هنا. يبقى سأل برافو عليكم. نمبر تو بقول لي يس شي يس شي اه دو داز هاو. طب يس هنا هتاخد ايه شي ما نجيش معها غير ايه غير كلمة داز برافو عليكم نمبر سري. دونت سبيس ميت. زي دونت. احنا قلنا اللوقات في اول الشعر في ينة وان دونت و دازن بي قرهم ايه سمع ناس بتقول لي مصدر برافو عليكم. يبقى they don't want us ولا want ولا wanting. طبعا they don't want me. نمبر فور بيقول لي space they don't. no they don't. yes ولا have. طبعا في نفي في الاخر فهاختر كلمة no. no they don't. نمبر five. بيقول لي what space your sister look like? what space your sister look like? what do your sister? what are? what have? what does? يبقى حنقول what do your sister look like? ماذا بتشبه ايه? اه what does your sister look like? شكل اختك ايه? نمبر six. بيقول لي she goes to bed not night. طبعا night قلناها في الاول ان هي بتيجي معها ايه? تاخد C طبعا. اللي هي what does she goes to bed at night. اللي هي بالليل. نمبر seven. بيقول لي whose bag is? whose bag is this? ولا these? ولا طبعا bag مفرد. فهتاخد this طبعا number a. كريم ان عاطف space want ketchup doesn't aren't don't isn't. طب كريم وعاطف دول مفرد ولا جام? بس لي في ناس بتتلغبط. بتيجي تقرأ كريم وتسيب عاطف خالص تقول لك ده عاطف ده كريم مفرد. وعاطف مفرد. طبعا هما كده جامحهم. كريم وعاطف يبقى حيتعاملوا كأنهم جامع. هنقول number C طبعا هنقول they don't. كريم اند عاطف don't want ketchup number nine space keys are those. واللي نقط ومفاتيح بتكون بتاعت مين دي? قال له they are hers. دي بتوحها. للسؤال على الملكية طبعا احنا عندنا بنسأل بهوز اللي هي number he has ten. ten fingers eyes ears arms. he has ten fingers. ايه اللي عندنا عشر ايه? عشر اصابح طبعا مش عيون ولا ولا ازن ولا ازرع. number eleven he space apart. هو ايه الpart? he want don't want wanting want is. طبعا هي في الجملة المثبتة في present symbol هتاخد S اللي هي number D. he want is number twelve. how not she goes to work how is? how do? how does? how are? طبعا نمشي واحدة واحدة. do تمشي اللي هي number B تمشي مع she? لا ما تمشيش. R تمشي يبقى ما تمشيش. عندي اختارين اللي هم ممكن يمشوا مع she? اللي هو is و does. اللي هي A و C. طبعا انا الصحة ايه مسترقى? طبعا القاعدة بقى. نقول how is she? يبقى لازم نكوطب على NG. يبقى از غلط. ما تنفعش خطأ. يبقى اختار الصحة اللي هو number C. how does she go to work? number 13. you want vegetables. what do does have? what do does have? يبقى you want vegetables. محتاج خضار. ما ينفعش سؤال اقول what you want على طول. ده سؤال بمعنى هل? هنقول do you want? اخر بقى جزئية هنكمل اخر صفحة في المنزمة. هنقول number 14. طبعا. بس لها دلوقت يا منستر. what time? برفع عليكم number B. number 15. بيقول لي. we go to work underground. طبعا. باي على طول. لان ما فيش حاجة ما فيش لآه ولا آه ولا زه ولا ما ولا اي ضمير ملكية جاء قبل كلمة underground. number 16. glasses are mine. يبقى على طول جمع فهناخد those number B. yeah those glasses. number 17. let's let's طبعا يا جماعة تكرر كتير قوي. let's be go وراها المصدر اللي هي watch number A. number 18. space have a blue jacket. he have. طبعا هي ما تجيش مع هاف خالص. ولا شي تيجي مع هاف. ولا ات تيجي مع هاف. ده مش غير سيلي I have. number 19. how do you not work? how do? how? سم do. او دز. سم فعل. سم مصدر. يبقى how do you go? number 20. his videos at night. he watch ولا watches ولا watching. طبعا ده مدارع بسيط. هنقول he watches اللي هي number B. he watches videos at night. number 21. I space won't meet. I طبعا don't want meet. انا مش محتاج الايه اللعب. number 22. mona space a red jacket. mona has a red jacket. doesn't a red jacket. have a red jacket. don't a red jacket. طبعا النافي مش هينفح هنا خالص لان النافي لازم يجرى فعل في المصدر. فقدمي يا هاز يا هاف. اختار الصح هيبهاز برافو عليك يا مونة. mona has a red jacket. هنا بقى بيقول لي glasses are those. واللي what ولا who's ولا when ولا where? طبعا البنت نادين بتقول لي whose glasses bravo عليك يا نادين. اخر واحدة بيقول لي I can't space my mom. انا مش قادر اشوف my mom. اه مش لاقي مش لاقي والدتي. فطبعا الولد سيف بيقول لي يا مستر كانت هيجي وراها مصدر. هناخد I can't find my mom. برافو عليك يا سيف. ليه بقى? لان انا هنا الفيرب في يعني ما علاهوش الا s ولا ing بيختار الصح number a. I can't find my mom. اخر سؤال بقى بيقول لي A space can fly. ونشوف بقى معانا فهدي بيقول لي يا مستر as not can fly. I can't fly. or the puppy? ولا the dog? ولا the rabbit? اللي بيقدر سيطبعا يا جماعة فهدي بيقول لي. برافو عليك يا فهد. اه يعني اه وبكده نكون وصلتم مع حضراتكم الى نهاية آآ الفيديو. اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم. ده طبعا ملخص لزاكر او راجع ومعندوش حاجة ثانية يراجع منها. آآ هو يكون ان شاء الله شامل وكامل لنقاط الموجودة في منهج كله. لان احنا عاملينه على شكل اسئلة المهمة في كتاب المدرسة. من اختراز ما احنا شايفين كده. وعملناكم على كل ينة لوحدها. بشرح الجرامور بتاعها. وبشرح القواعد. اتمنى ان الفيديو كنال اعجابكم. دمتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.